مجالات جديدة لتعاون ستدعم الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتركيا سيجري تحديدها خلال القمة الجزائرية التركية المقبلة عبر إرساء خريطة طريقة تكون أشبه باستراتيجية تحدد فيها الأهداف والخطوات والمسعى مضاعفة حجم المبادلة التجارية ورفعها من 5 ملاير دولار إلى 10 ملاير دولار على المدى المتوسط لقاء الرئيسين الجزائر والتركي شكل فرصة لتجديد الالتزامات بالتأكيد على إدراج قطاعات جديدة في الشراكة تمكن من تعزيز الحركية التجارية بين البلدين وفتح الباب أمام تدفق أكبر لرؤوس الأموال التركية في السوق الجزائرية والهدف رفع قيمة الاستثمارات التركية من 6 ملاير دولار إلى 10 ملاير دولار على المدى المتوسط استثمارات تترافق مع التقارب الاقتصادي القوي بين الجزائر وأنقرة كما أنها ستؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة مع إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان لعهدة رئاسية جديدة علاقة الجزائر بتركيا قوية صلبة تميزها الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة والموعد يتجدد في القمة الجزائرية التركية لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتقوية الحركية الاستثمارية ضمن مقاربة جديدة ترتقي لمستوى العلاقات السياسية والديبلوماسية اشتركوا في القناة